وسهلا بكم في اللايف بتاع النهاردة اللي بدي تتناول سلسلة موانع الحمل من الالف للياء الحلقة التسعتاشر هنواصل كلامنا عن اللولا النهاردة هنتكلم عن دواعي الاستعمال اللولا بدواعي الاستعمال بيبقوا سيدات الحامل لأول مرة لحملوا مرة واحدة او متكررات الحمل غير المعرضات للالتهابات طب ليه ما قلناش اللي ما حملتش لان اللي ما حملتش دي حلقة كل بناتنا يحطوها في ودنهم ان دي مش مفروض تاخد اي موانع للحمل لان اي وسيلة مهما كان درجة امانها واحنا عرفنا ان ما فيش وسيلة منع حمل امان 100 ما بتأثرش على القدرة المستقبلية للانجاب فعلشان كده دايما تكون الست حملت على الآل مرة قبل كده وما تكونش معرضة للتهابات سواء عندها سبب يخلي عندها التهابات او عندها التهابات مزمنة لسبب او الاخر في الوقت ده التهابات بتتحول من التهابات موضعية او بتروح وتيجي الى التهابات وخراريك في الحمل ادي السبب الدواعي الاول لاستخدام مانق الحمل السبب التاني اللي هي السيدات الراغبات انها تستخدم موانع للحمل لفترة طويلة مع الحفاظ النسبي على القدرة على الانجاب وكلمة النسبي دي عرفناها انا لسه اقيلها حالا السبب والحاجات التانية هيجي برضو المعلومة علشان بناتنا يبقوا فاهمين كويس اللي هي ان مفيش وسيلة منع حملة مثالية فيبقى الوسيلة دي احنا بنختار دايما احسن الوحشين للسيدة لاننا مضطرين نستخدم الموانع دي لان مفيش وسيلة حملة مثالية فاحنا عارفين ان موانع الحمل الهرمونية كلها سواء كان اقراس او حقان او كابسولات او حاجة بتتزرع تحت الجلد او حاجات بتتلزق عالجلد كل هذه الموانع لها تأثيرات على السكر والجلطات وامراض الكبت يبقى ايزا اللولب ممكن يركب للسيدات دي وهنا برضو بيبقى في حاجة ان الحالات اللي بتستخدم هذه اللي عندهم الامراض دي لو السكر ده مقدي للتهابات مش هقدر استخدمه يعني ايه يا بناتنا اللي بيسمعونا او الهوانم اللي بيسمعونا ان كل وسيلة منع حمل اختيارها زي ما يكون انتي والدكتور بتاعك بتمشوا على حبله الاختيار ما بيبقى السهل اثناء الرضاعة او الحالات اللي بيبقى عندها سرطانات السادي وانتشرت في الفترة الاخيرة للأسفل اما عن اللولب الهرموني فممكن نستخدمه في حالات النزيف المهبلي واضطرابات الدوراء الشهرية دي هي دواعي الاستخدام في اللولب وعرفنا منها ان ما فيش مانع للحمل مثالي ان ما فيش حاجة ابيض واسود كل حاجة الا اذا حاجة مع الاحتياط بكذا مع اننا خلي بالي من كذا خلي بالكو وبكرر مش هزق من تكرار ان المانع للحمل لما يتقلك ان اللولب ده يقعد ثلاث سنين ولا خمس سنين ولا عشر سنين هذا هو الحد الاقصى لاستخدامه لكن ممكن يبقى مدة المفعول بتاعة الصلاحية المفعول بتاعة اللولب ده هي لحظات لانه ركب غلق او حدوث مشاكل زي ما هنعرف بعد كده ما هي الموانع في الحلقة الجاية ودي حلقة مهمة لازم نخلي بالنا منها ودي هنتكلم فيها الاسبوع اللي جاي واي حد في انتظار اسئلكو وانا بتشرف بالتواصل معاكو دايما ويسر نحاق كل رغباتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة